موسيقى السلام عليكم قبل ما نبتاج الحلقة وقبل ما رحب ضفتي الجميلة اللي مشرفاني ومعايا النهاردة عايز بس كده استدراك امبالح في الحلقة اتكلمت عن رحلة اسكندرية اللي رحناها وحضراتكم اتفرجتوا يعني على الفقرات معنا ونسيت يعني بجد بشكل غير مقصود مجهود بنوتة اسكندرانية جدعة جميلة جدا جدا كريمة جدا جدا دينامو جدا جدا ألاء عبدالعزيز ألاء أنا أسفع فعلا ببقى على الهوى كده ممكن متلخبطة شوية فنسيت أهم حد كان بيحرقنا والحقيقة أنت حد جميل وراقي وشاطر جدا جدا وأنا بحبك قوي قوي وما تزعليش بقى الله نبتدي بقى حلقتنا ضفتي لمعايا دلوقتي الحقيقة قليل قوي لما بتروح برامج وإحنا عمالين تحية عليها بقالنا كتير وهي تقلان علينا بس أخيرا شرفتنا وعايزة أقول لها أن أنا من جمهورها ومشاهدينها على السوشيال ميديا مش أنا بس يعني أنا وكل يعني صحابي ومش هي بس أنا كمان بوجه تحية لما متها الأستاذة ليلى أنا بحبك قوي وبصي أنت من جيلي وولادنا عرفنا فعايزين نقود نفطفط مع بعض ربنا يسعيدك يا ليلى ببنتك الجميلة الأستاذة راشا مراد يا راشا ازايك أهلا بك يا ناشف عملا إيه بصي فعلا أنت قلت حاجة صح يا جماعة أنا جاي النهاردة مخصوصة علشان خاطر ناشف علشان أنا برضو بيك فان لك جدا وكمان مامتي العيلة كلها بتحبك يا فرحتي كمان أنت حوت زي ماما بقى فانت واسطة خاصة أنا حوت زي ليلى ناشو واسطة النهاردة يقول لا احنا الفنين حوت بقى والدراما اللي احنا بنعملها يعني راشا حتشرح لنا النهاردة احنا ايه بالزبط طبعا راشا مراد من أكتر وأشطر الناس على السوشيال ميديا الحقيقة اللي ليها علاقة بعلم الأبراج وعلم الفلك ويعني الحقيقة أنا بشوفها فاهمة قوي هي بتقول ايه ما بتقلش المواصفات بتاعة الأبراج وعلاقة الأبراج ببعض وطالع الأبراج بتبقى صدقة بنسبة ليها جدا جدا فيه يعني بصوا أنا عشان ما حاش بس يطلع يلومني يقولي لا الحاجات دي أنا بخدها ده علم وأنا بنبسط لما بسمع حاجات فيها طاقة إيجابية منها فهي النهاردة يعني حتقولينا كل الإيجاب الأبراج أولا أنت علم الأبراج وعلم الفلك يعني حبتي زي أو درستي زي أو شغفك العالي لأنه وضح في فيديوهاتك كلها أنه عندك شغف باللي أنت تعمليه بالظبط كده أنا أولا كنت إكس ميديا يعني فكنت موزيعة ما كنتش ليه علاقة خلص بعلم الفلك ده من حوالي عشر سنين الموضوع بدأ أن أنا كن كان عندي ضيفة يعني خبيرة أبراج أنا كنت في الأول بقولي يا جماعة أنا عزراء على فكرة يعني كنت بقولي أنا مش بحب الأبراج بحب الصفات ما بقتنعش الضيفة جت كنت في الأول معترضة يعني ما كنتش فلاكسبل معي أول ما عدت معي قالت لي أربع حاجات يعني صفات وحاجات أخبالي منها الفترة الجاية فعايز أقولك أن الأربع حاجات اللي قريت لي عليها حصلوا بالترتيب يعني هي أتي واحد اتنين تلاتة اربعة أنا خفت بعد كده فاتصلت بيها قلت لها أنا أنا بعتذلك أنا فعلا بعتذر أن أنا في الأول ما كنتش مقتنعة بس عايز أفهمه وإزاي الكلام ده حصل قريت لي بقى أنت ليك كوكب حاكم يعني كل برج ليه كوكب حاكم فيه فحركة الكواكب بتأثر على الشخص على حسب موقع برجه فعرت لي فيه فيه يو هف تو ستادي فوقتها طب قولي لي أدرس إزاي استاني بقى قولي لي إيه سكوتي ده أنت التليفونات حتكسر الكنترول استفدناشي وماشاء الله جمهور كبير جدا فمعنا أمل من أمورك يا أهلا يا أمل إزايك يا حبيبتي عمي إنتي اللي حبيبتي إزايك يا روحي معاك الأستاذة راشا مرات فرصة بقى يعني قولي لها بقى برجك إيه أو عايز تسألي أي حاجة ليها علاقة بالأبراج ففرصة هي معنا أنا هسأل عن برج جوزي 16-4 أيوة وأنا برجي 15-12 مويد 94 جوزك 16-4 حمل وكنت عايزة بس أعرف يعني الحرعة عطتها إن حياة أصلا يعني إحنا بقنا في فرق كتير وفي مشاكل جامد أول عايز أعرفه يعني يعرف حد علي ولا لأ لا ما عرفش حد عليك معلش هي تاريخ ميلادك إيه أمل وفين فصال ولا لأ هي تاريخي إيه حبيبتي أنا 15-12-94 15-12-94 وهو 16-4 تمام خلاص بس هدي الأمور كده يعني مفيش حاجة وحشة إن شاء الله هل عايز أعرف بس في انتفاق في انتفاق إن شاء الله في انتفاق إن شاء الله في انتفاق لا أنا فيش انتفاق ما عندي ناش انتفاق ربنا نجيب انتفاق أفر إن شاء الله كل يجيبوا ربنا كويس لا بس هدي أعصابك كده هدي أعصابك يعني والست بردو يعني بره الأبراج بقى أيوه ماشي الأمور كده بلزازة كده وانتو زغنططين لسه بردو والله في فرق كتير قوي يعني بقىنا كتير بقىنا سنين بعين عن بعض بسير انتو صغيرين أساسة يا بنتي طيب هنرد عليك عشان معانا التلفونات حق ايه طيب ساني طيب ساني من فضلك من فضلك يا شريهان اكتبي تواريخ الميلاد أرجوك كتب معلش فيه عبداللطيف عشان يبقى يعني الرجالة بردو اخواتنا لا أحب المسواك اه يا عبداللطيف ازايك ألو يا عبداللطيف طيب يا عبداللطيف بقى التصل تاني حالو السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازايك ازاي كستك كل عمليات ربنا يسعد قلبك يا رب احبك في الله الذي احببتك فيه كتب انا برج الميزان انت برج الميزان تاريخ ميلادك ايه اربعتاشر عشرة اربعتاشر عشرة طيب عايز تسأل على برج الميزان اه ان شاء الله ان شاء الله ما ملكش زوجة كده برضو نسأل عليها برضو ولا ايه لا انا زوجتي شعر ستة كم ستة هو عاد كون ناس يعيد ميلادها لا واحد ستة واحد ستة طيب يا حبيبي هنرد عليه طيب كان ليه طلب عندي حضرتك اتفضل انا حضرتك يعني كم فيه قصة كده عايز احكيها اللي شابتك يعني معلش طيب في الكنترول هياخدوا رقم حضرتك ماشي تفضل يا فان اتفضلي المكالمة الاولى امل هي برج القوس وجزها حمل هما المفروض يتفقوا مع بعض بس فيه مشكلة ما بين البرجين دول مع بعض ان هما الاتنين ناريين فدايما البراج النارية عارفة بقى حريقة اولا اولا بالزبط فمي ادفايس انا ليهم فلكن هما لازم حد فيهم يحتوي الموقف لازم دايما ما يكون لان دايما البراج النارية يعني فهمت بيتعصبوا ويثوروا بسرعة بعد كده لما بيهدوا بيبقوا تمام فلما حد يكون سائر فيهم لان القوس عصبي جدا والحمل كمان عصبي قوي فدي المشكلة الاعتقد اللي هي تكون اساسية ما بينهم بس هما طيبين بقى اه جدا وعا فكرة الحمل كمان حنين قوي والقوس صريح وحقيقي كده وتحس ان هو اللي في قلبه على لسانه انا بس عايزة اقول هي بتسأل فيه انفصال ولا لا هو شهر اغسطس عشان فيه تراجع لكوكب فينوس انا اصلا كنت محذرة كل الناس الفترة دي اولا فترة خناقات فترة مشاكل لان فينوس ده كوكب العلاقات وكوكب الحب والجمال هو متراجع في برج الاسد من يوم 23 يوليو لحد يوم 4 سبتمبر يعملوا اي بقى دول يعني خلص اي حاجة ناهده بقى لحد يوم 14 سبتمبر سدايتي بتقولي صح ايوا الفترة دي فترة تخناقات عن كل الابراج يعني اغسطس كامل ومن يوم 23 يوليو بالضبط لحد يوم 14 تسعة لان كمان فيك تراجع اه لان في تراجع العطارة كمان من 23 اغسطس فشهر تمانية ده هو شهر مشاحنات يعني لحد نص شهر 9 لو سمحتم كل الابراج كده بالهدوة كده على بعض بالدنيا حر لا كل الابراج هتلاقي خلقك دي مش طائق اي كلمة اللي قدامك فيه تندنسي كده اللي هو لقطع علاقات كتير جدا بعد الشر يا رب ما يقطع علاقات والعلاقات طيبة ان شاء الله طب عبدالحامير عبداللطيف سرق ميزان والجوزاء طبعا بتتفقوا مع بعض عشان هما الاثنين هوائيين انا شايف الميزان الفترة الجاية عندهم والجوزاء افضل بكتير جدا برضو من النص الاولاني وعنده فرص لعلاقات جديدة نتعرف على الناس اجتماعيا عنده انتشار وشهرة بس شايف ان هما بيتفقوا مع بعض يعني علاقتهم كويسة مع بعض ربنا يسعدكم والبيزان ان شاء الله فرص طيبة بس انا دايما بقول ان كل الفرص طيبة اذا فيه اجتهاد يعني اذا انا عملت مجهود شوية في العلاقات هتبقى علاقات حلوة في شغلي هيبقى ان شاء الله ان شاء الله ربنا مش هيضيع التعب بس انا نشو بشوف الابراج دي حاجة حلوة او فرصة كويسة ان احنا نفهم كل طرف بي فكر ازاي الحاجات اللي بتستفزه اعيوبه مميزاته ونتعامل مع بعض بس انا بشوف ان هما حتى لو هما ب80 فرمية الابراج صح في 20 فرمية بقى تعليم وانت السكيلز بتاعتك او المهارات اللي انت اكتسبتها من الحياة يا نشو مش عايز اقول لك التليفونات قد ايه؟ يعني يا جماعة والله عظم عيني هدى هدى ازاي حضراتك عامل ايه؟ ازايك يا حلوة عامل ايه جميلة؟ والله وحشان جداً ربنا يسعد قلبك فضل بصي حضراتك كنت عايز اشوف برجي وبرج جوزي اتنين تلاتة 98 اتنين تلاتة 98 وجوزي اتنين وعشرين اتناشر 85 جوزك قوس جادية بس اوكي اه تمام كنت عايز اعرف بص حضراتك ماما كمان واحد واحد بس اتعبان اقويط بسم الله حبيبتي كنت عايز اعرف الدنيا مع جوزي اشان انا جوزي مزجون ربنا يفك كاربو ربنا يفك كاربو شكراً يا حبيبتي طيب الجدي مع الحوت الجدي مع الحوت يعني في علاقة حلوة الجدي بس ببقى عملي شوية الحوت رومانسي بقى وعايز غرام وعايز كلام حلو بس الجدي فعلاً فترة اللي فاتت كان تعبان جداً من اول سبتمبر من يوم تلاتة وعشرين اغسطس هتبدأ الدنيا تنفرج بالعكس بورج الجدي هيبقى عندهم فرجات اخر ثلاث سور في السنة اي مشاكل عنه يعني الجدي من الناس يا جماعة المحظوظة اخر يعني الناس المحظوظة اخر ربع في السنة الجدي واحد بينهم كمان السرطان على فكرة كان بقاله فترة تعبان الفترة الجاية حلوة جداً العزراء برضو الفترة الجاية قوية بالنسباله التور والحمل نص تاني كله اخوهم افضل بكتير جداً طيب ايه الابراج اللي الواحد فعلاً يعني يحذر في ايه في تليفون معنا ام ادم طيب عليش تليفونات اهم يا ام ادم ازيك يا حلوة الله يسلمك يا حبيب تعامل ايه ان شاء الحمد لله روح قلبك كل فل تحت عمرك انا كنت عايز اسأل علي انا وجوزي وولادك اتفضلي خليك انت جوزك الاول بس يعني ايه نركز في الزوق جوزي يوم خمسة واحد واودني من طريقهم ملاتهم واحد خمسة واحد اه بور جدي احنا الحلق النهور ده جدي وانتي وانا يوم واحد تمانية واحد تمانية اسد وابني الثاني واحد عشرين اربعة تمام واحد عشرين اربعة تمام واحد عشرين اربعة جدي والاسد بصي بهم مختلف طبعهم شوية فيه اختلاف ما بينهم ازاي برضو ان الجدي هادي وبطيء ويقال عشان انا بحيب برج الجدي ان هو بارد بس هو مش بارد عشان هو مش سهل استفزازه الاسد بقى عارف انت عشان ناري ريت محيمي فايه مطلوب من برج الاسد ان هو يهدى شوية وبرج الجدي ان هو يعني ايه يبقى متفاعل اكتر مع برج الاسد عندها ابن حمل ده بيبقى عصب شوية متهور شوية تبقى هي تحاول ان هي تهدي شوية الحمل دايما يا جماعة بيبقى عشان ناري برضو مشكلته ما بيقفز في النار على طول من غير ما يفكر فمندفع ومتهور اي حد بتعمل مع الحمل لما تلاقيه بتطلع بتاعته سيبه ويطلع خالص هو زي البيبي على فكرة الحمل يعتبر طفل بتاع الابراج طيوبة وجميل عبدالله احنا تعمل مع الحمل زي البيبي كده اول ما يتعصب طب طب عليه هتعند اصاده وتعصب اصاده الموضوع باز لا يا منا حلوه ما بتعندش اصاد عبدالرحمنه برابو يا منا ربنا يا سعيد طيب انا بصي الفقرة خلصت اول انا بعتذر لتسعمئة مليون تليفون التليفونات هنجت والله العظيم انا راظب لعني انا عبدالمؤمور هو زي من فقرة كده وما صدقنا يعني اقتنصنا رشا يعني ما تعملني برنامج ان شاء الله سمعت لاي خلاص يعني مش عايز اقول لك الجمهور بتاعك قد اي يعني بس يا جماعة انا شو في الحقيقة بجاد واخلب كتير اوي لسه وكنت بقولها في الميكب اخلب كتير اوي من التليفوزيون يعني اصغر ويعني وبرج الحوت كده يقتحم يا لولا ربنا يبارك لك يا رب في رشا وسعيبك بيها وباخوتها وبولادها انا بحبك كمان جدا لعشان اشوفتك كزا مره برضو فيديوهات يعني ربنا يخليها لك يا حبيبتي انا ببساطة ايو الله ان انا كنت معاكي النهاردة الفقرة خلصت بصرع متشرفة بيكي وانتي ستة محترمة وراقية وشيك وفهمة ودرسة ودي اهم حاجة للأسف الفقرة الحلوة دي خلصت سنوني الفقرة الجاه ان شاء الله تعجبكم